بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من قناة المهندس عيسى بنبيل النهاردة الحلقة بتاعتنا هتتكلم عن صرف مياه الامطار في الاسطح طبعا احنا اتكلمنا في حلقة قبل كده عن صرف مياه الامطار بس احنا هنتكلم في نقط معينة ما تيجي تشتغل في السطح بتاعك وعارف صرف المطر بتاعك او صرف الامطار في السطح ايه اقسم السطح ازاي او ايه هي الطرق اللي انا ممكن اقسم بها السطح زي ما احنا شايفين في الصورة انا ممكن اعمل نقطة مركزية عندي في السطح اللي هو الشكل اللي على اليمين فوق في الاعلى وبالتالي قسمت السطح بتاعي الاربع اجزاء وفي نقطة مركزية في النص النقطة دية هي اللي هيتجمع فيها صرف المطر وتنزل بعد كده على اسفل الشكل التاني اللي انا ممكن اعمل صرف المطر على الجانبين يعني اقدر اقسم السطح بتاعي لجزئين جزء يرمي نحية اليمين وجزء يرمي نحية اليسار طبعا عن طريق الفتحات الفتحات دية طبعا سواء كانت صفاية سواء كانت جل تراب حسب نوع السيستم العزل الصرف المية اللي انت هتستخدمه بقدر احط نقطة الصرف بتاعتي الحاجة التالتة اللي انا ممكن اخلي اتجاه الصرف كله او صرف المطر اتجاه واحد يعني اخلي ميول السقف كله اتجاه ميول واحد وبالتالي اقدر اعمل نقطة واحدة طبعا النقطة دية مش هينفع اجمع عليها يعني هجمع كل ده لازم عشان خلي المية تنزل في النقطة دية لازم قريدي برضو اعمل جوانب زي ما اقوله بسلوب اتجاه النقطة زي الرسمة التانية عندي زي مثلا اول نقطة زي ما احنا قلنا على اليسار فوق خالص اللي انا ممكن اعمل سقف كله بسلوب واحد وبالتالي هيجمع كله في مجرى زي ما احنا شايفينها جاتر كده المجرى دية تكون جاية بسلوب وتقوم رامية على الصرف مباشرة اقدر اعمل نقطة زي ما احنا قلنا سبوت مركزية وبالتالي تقدر تجمعلي على منظومة مواسير وفي الاخر ترميلي على الصرف اقدر اعمل الروف او تلت يعني ايه الروف او تلت يعني انا لو انا عندي ضقت موجود في العمارة بتاعتي او موجود في المبنى بتاعي اقدر اخلي المية تنزل اوتوماتيك من المنور عن طريق مصورة في الاتجاه المنور طبعا مش ينفع لانا خليها تنزل مباشرة الا بسيستم معين عشان بهدلكش الدنيا او تقدر تعمل اوفرفلو زي الرسمة على ايدك اليمين من اسفل اللي انا اقدر اعمل اوفرفلو المبنى الاوفرفلو ده هو اللي يقدر يسرب لي المية من السطح بتاعي طبعا كل سطح وليه السيستم بتاعه احنا هحطينا بعض التفاصيل الخاصة بالاسطح وعلى اساسها بتبدأ تشوف تفصيل التصريف المية يعني مش هنشرح التفاصيل الاول لانها كتير جدا السقف مثلا اللي انت هتعمله مثلا بكروجيتة تشيت او بصاج وتبدأ تحط عليه عزل حراري تبدأ بعد كده تحط عليه رولات او تبدأ تحط عليه طبقات معينة او بلاط بيختلف عن السطح اللي انت لو هتحط عليه خرصانة او سطح خرصاني بيختلف لو انت هتعمل السطح بتاعك ساندويتش بنل ونقطة التجميع بتاعة صرف المطر هتمشي ازاي سواء عن طريق جطر يعني مجرى تتجمع او عن طريق نقطة يتجمع فيها صرف المطر بتاعي طبعا انا ممكن اعمل السطح بتاعي في نجيلة او جرين اريا برضو بيكون صناعي طبقات الليير بتاعتي العزل الفوم وبعد كده العزل المائي بعد الجده الحراري بعد كده بقيت الرمل مولا بلاط او لو بشركب بلاط بركب اللي هو الجرين اريا او النجيل الصناعي وبرضو بعمل حسابي للتصريف لو المطر نزل على السطح وما الى ذلك من كل التفاصيل المعروضة قدام حضراتكم دلوقتي لان في ممكن يبقى فيه جزء من الزراعة تكون طبيعية بالتالي لها تصريف مختلف في المنشأ بتاعي فيه ممكن جزء او يكون عامل السقف بتاعي خشبي وبالتالي لازم اعزل الخشب فيه جزء ممكن اعمل العزل بتاعي ارميد وبالتالي لازم يكون عارف الاسلوب بتاع الارميد ازاي هيصرف بمجرى والمجرى دية عن طريق نقطة او مصورة ترميلي صرف المطر اسفل المبنى بتاعي انا عرضت بعض التفاصيل وبعض زي ما قوله السيستم اللي انت بتستخدمه في المنشآت سواء خرصانية سواء معدنية وما الى ذلك فلازم تدرس الموضوع مصبوط قبل ما تشتغل في المنشأ بتاعك هتأكد صرف المطر بتاعك انت مصرفه صح لو الاسبان او السقف بتاعك طويل جدا ما ينفعش تعمل اللي انت السقف كله بسلوب اتجاه واحد هيعلى معاك في التشتيب في مكان وهيقل في مكان وبالتالي الدروة بتاعتك وطيت معاك انا محتاج اعمله اربعة تربع محتاج اعمله نصين حسب مساحات السطح عندك وحسب التشتيب بتاع السطح سواء ارميد وما الى ذلك مما ذكرناه في بداية الحلقة اتمنى ان شاء الله اكون وفقت في الحلقة فيما يخص اللي هي نقطة تصريف المياه الامطار ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عدش نسلكم حلقتنا كل حلقتنا باذن الرحمن كان معاكم مهندس حيثم نبيل وضمتم بخير موسيقى 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 موسيقى